لكن البداية جينا من اسفاقس الحدث والكارثة مالورز مان كارثة هي اللي ساير في اسفاقس والصور والفيديوهات وحالة اللي قالها ذات يوم حوميني دمين حمزاوي وكافون قاعدين نعيشوا كي الزبلة في بوبالا يسمحون اهلينا في اسفاقس معايشينهم اليوم هكاكا تفاصيل الاخبار يبدو انو محمود عندو بشرة الاهلي اسفاقس كوب تور كان يحكي مع حد المسؤولين شنو اللي ساير من المسؤول وشنية البشرة الورقة ما تشوفكم كان حمرة هذا ما يحدث اسفاقس بلسان محمود اللي بارودية رفيق احنا حبينا نعطيه بشرة الاهلي اسفاقس بش نقولولهم راهو تنمية ومشروع تبارورة والمدينة الرياضية ولكن مع الاسف ما هيش هذي البشرة البشرة انو مصب القناة بشي عاودي تحل بشي عاودي تحل في الهيامات القادمة تعرفوا الاشكال اللي صار والمشاكل وكمية الفضلات اللي متراكمة 150 الف تور ناطم طيشة اليوم في شوارع اسفاقس وما القيناش كيفاش اللموها البشرة جين وفما مجلس ويزاري يبش ينعقد خلال الساعات القادمة وانتي تحكي شوفو اسفاقسيك فيش عايشي ناقبال يحرقوا في ليك القبيل 150 الف تور ناطا انا بحلى سبيتال بحلى سبيتال انا برشة تساور عادي همنا الكل بابنا تساور ومبوكل ومحمود يحكي هاي البشرة كما قلت لك مع الاسف كما حابين نحكيوه عالمدينة الرياضية ولكن البشرة اليوم البشرة انو ما صبر قلنا بشي عاود يتحل خلال الايام القادمة فما مجلس ويزاري مبرمج خلال الساعات القادمة كان مش اليوم رأو غدوة بعد غدوة سيدة وزيرة البيئة سيدة ليلى الشيخاوي قاعدة تتبع في الموضوع بصفة يومية كل الهياكل الرقابية اليوم الام بيو قاعدة تكثف في الحملات متاع الرقابة على المؤسسات الصناعية برشة معانتها حملات 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 من اجل انو نحدوا مع الوضع الكارفي اللي تعيشوا ولاية السفاقس بصفة عامة تعرف ولاية السفاقس مع الاسف بلا شوالي عندها مدة واليوم معنتها وزيرة البيئة قاعدة هي تشرف بصفة يومية على الكارثة بتاع السفاقس الحل يجينا من عند المسؤولين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي الاخبار هذا يتأكد خلال الساعات القادمة المجلس الوزاري هذا بش يكون مركز خاصة على اعادة فتح الجنة نعرف الجنة ان هي فيه قرار قضائي بايقاف المصب هذية 31 ديسمبر ولكن اليوم القرار بش يقع التراجع عليه بش يقع فتح مصب الجنة وبش يزيدوه عام ولا عامين بالتوافق مع المجتمع المدني بالتوافق مع كافة اهالي عجارب لانو تعرف اللي عجارب معالتها تم الاتفاق بش يحل المصب وقع اخذ القرار على عهد باحد المسؤولين الكبار في الدولة واكدلي انه سيقع فتح مصب الجنة ما نحبش نقولك يشكون خلي تاوا هدوا نعطيوكم مكتر تفاصيل معانتها هذه البشرة اللي نجموا كلها اليوم معالاسف بعد قدش من شهر ناصري اكدلي بعد قدش من شهر الزبلة امطيشة في الشوارع مية وخمسين الف تورناتا متاع زبلة حشيكم مطيشة في شوارع اسفيقس ان شاء الله اليوم وخلال الهيامات هذه لقينا حل بش يقع فتح المصب في انتظار انه معانتها ان نمشي ونعمل ونلقاو اراضي يخرى حبوا يا قاو ارض قالولي متاع مصب ملقاوه مصب متاع مرجين متاع الوتيدي ارض متاع الوتيدي قاوه مصب متاع مرجين فما واحد من خواص اعطى الارض متاعه ومبعد تراجع اليوم فما مشروع متاع تثمين النفايات بش يصير معانتها على قريب ان شاء الله من هنا لعام اخر يبدأ عنا مصب وتثمين النفايات في اسفيقس اونا تنضو بصبر قلنا بشي تحلق مع احترامي محمود المجهود وجبت معلومات وهذا اعطاء او مدفير وبعد بطل امام ما يعنيش لمواطن اسفيقس نعيش عندي بوبيل تتهز منعيش في مستنقع كما اللي نعايش ومعناه مش عادي يراوه هوم تساور اللي قاعدة جينا من اسفيقس اللي ميت لا تصدق اللي يحكي لي يمشي الاسفيقس ويرجع الحالة اتعس من السور الريحة الخنقة اللي تحس تتحاوس على ساقيك بين شكاير البوبيل في قلب البلاد في الوسط البلاد والاحياء السكنية وغيره كذا ما لهذا كل اللي حكيته مهم ولكن دولة مطالبة انها تجد الحلو ناصر انت انا نقول مهزلة بكل المقيس تحكي فيه على الموضوعين انا نقول لك مهزلة بكل المقيس اليوم انت تقول لي راه وبعد عام وبعد عامين وبش نعمل وبش الرسكل وبش نمشي ونعمل وينك انت يا عمان اللي يراو فيه محظر جلسة قديمة عندها قديش القونا بش سكت القونا راه بش يجي وقت والناس ما قال لك ما عاش بش سكت اعمان وين الدولة وين الدولة رايس في قسمها مشا وقسم بالله العظيم حالة مزرية حالة مزرية ورفيق نزيدك اكثر من هك الناس والتي تتشعل في النار وحدها اك البلاستيك شاعل وكده الدخان شاعل والتي تفهم مشاكل كبيرة بارشا اليوم راو موش معقول اليوم كنا نحكيوا على اسفاق الثاني مدينة في البلاد وموش معقول من حيث والسكان والسفاقسية والنجاحات واليزون دافير والبزنس واكثر عباد يدخلوا في يعطيو في جيباي يمكن للدولة كان ناخذوا بالمنطقة متاع برشا رجال عمال اسفاقسية ناشحين وذي ما تسمي على اسفاقسية مشان نحكي فيه اليوم كنا نحكيوا على المدينة يزيمها تنمية يزيمها نظرة اخرى يزيمها ترتقي للقيمة متاحة لتستحقها رجعنا تحت صفر اليوم نحكيوا على المؤولهم الزبلة وسايبوهم يعيشوا نحيولهم مشكاير البوبيل وهموهزوهم يعيشوا راو اذا كان مشكلة كي من هذي اسفاقس تتنفس في الزبلة ما نعنوش عليها سيليول دو كريز 24 على 24 تخدم على الولاية هذه حتى يلقاوا الحال فانت كاتش ورفاها اعلى عالم السلطة وله يا رفيك كثير السايع وين ساير ما حمود اسفاقسية ممشه راو فيها يلزم المسؤول رقم واحد اذا ما رئيس الحكومة تخرج تتكلم يلزم رئيس الدولة يخرج يقول اسفاقس اليوم تحت المجهر متاع الوزارات الكل والمسؤولين الكل مكسيموم أسبوع وسنجد الحل الوقتي مكسيموم ما نعرش انا جميت ريس بات تيكنيك مونسو كيل فوفير اللي نعرف انو هما يلدوا في صاف وارس كيل فوفير هما زم يعرفوا شنو يعملوا رئيسا وحكومة ومسؤولين ذكروا نصفق بلاي ويلي انتي قلت العهد علي قلت مسؤول شاء الله يا رب يتحقق لك انا هانا هانا قلت تشيقع اعادة فتح ماش عندي وقت وانا جي انتي سيدا في اللجنة التفسيري انا نهار سبت كنت في سفيق سكي ما يحكي الناس فكسي